كل الأحزاب اللي انبثقت من عدهم المسؤولين والوزراء هم عدهم لجان اقتصادية أستاذ عدهم لجان اقتصادية أنا خمس سنوات أعمل محامي في النزاهة أعمل محامي في النزاهة وشفت الملفات ومطلع عليها ما ذل السيد الخطيب ما عند أعلم هالمواضيع حاي يعني عدهم لجان اقتصادية أنا من قلة لصوص من قلة عمي لصوص من دخلوا للعراق باقوا وكانهم مو لصوص حشاهم خوش حشايا صحح لياها بس من دخلوا للعراق كلهم صاروا حرامية ليش لجان اقتصادية هم كلهم هم مشكلة ما عندنا أقيني يا أخي ليش هالتوتالي تاري استاذ استاذ ليش كلهم ليش كلهم طول أغلبهم قول نصفهم أغلبهم مع احترامي للوطنيين منهم قصدي 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 يعني مو احنا من حرقة قلبنا استاذ أنس من حرقة قلبنا بلد مدمر بلد الدمر بلد كذا السيد الخطيب قاعد بلندن مرتاح احنا هنا شفنا الضيم المهجرين هنا من يقول مرتاح من يقول مرتاح والله مو مرتاح هس الحاصل الآن إذا أحتي لك مع جل احترامي الجناب الكريم هو أخوة وزميل بس اسمح لي استاذ أنس مع جل احترامي للوطنيين منهم مع جل احترامي للطيبين منهم زين انطيني استاذ أنس أنا من دا أتكلم دا أتكلم يعني وفق معطيات موجودة على أرض الواقع موجودة مو دا أحتي من كيفي ومن جيبي اتكلم السيد الخطيب على الدستور الدستور زين شين سوي سوونا الدستور وهذا الدستور أرفع أمام المشاهد العراقي شين سوين ذبه لو نعمل به لازم نعمل به زين هنا نفس الدستور هم مو قرآن مو قرآن مو قرآن عمي غيره غيره عمي أكل إذنة غير الدستور غيره حتى يتوافق به مني طالب إحنا كمنظمات مجتمع مدني طالبنا طلعنا إحنا مخربين ومخوش وادم ومن خلال قناتكم أطالب توقيف العمل بالدستور بدءا من هذا اليوم يلا أنا يريد أنا والسيد الخطيب خلنا نتعاون خلنا نطلب لإيقاف العمل بالدستور هذا الدستور هو من يعمل به الطيني من يعمل به هسه خليسمع السيد الخطيب زين اسمع شا تقول المادة؟ المادة خمسة السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام والمباشر بيسووها لا ما عندنا سيادة إحنا للشعب الشعب ما عنده سيادة انتعاوني شكرا